لا انا مش بتنشينة بس انت الكلام اللي انت بتقوله ده غلط وبعيه مفهود انك تديني فرصة ان انا ارد يعني انت استضفتني هنا هوت عشان تديني فرصة ان انا ارد مش انت لا 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 مش انت تتكلم تتكلم كتير جدا والله برحتك خالص انا سابق برحتك بس انت قلتي حاجات على فكرة هي اللي كان لازم علق عليها الناس هتنتقدني انا لو ما تقولي الفن فيه مجاملات على فكرة بعد كده بقيت معاك اثبات اثبات ايه ورق مختوم؟ لا ورق كده فيه الكلام ده انت بتعصب عليا اقول نغفستيني انا شخصي انت بدول كلام مش صح يا عم طب ان الاعداد انا عايزة الاعداد داليا ايه؟ داليا ايه الكلام ده انا جاي اعمل حلقة كده لا بس انا عايز بالك هل حاجت مش ده ضايع مش بيجي فرصة خالص من حاجت يتكلم اصلا هو داليا بعد اذنك انا عايزة ابدأ بعد اذنك لا 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 معنش ثانية واحدة بس ثانية واحدة بس اهدى 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 على فكرة مش انت اللي بتقول 5 بالمخرج اللي بيقول 5 اوكي مش تبقى عارف 4 3 2 1 وحشديني في الفاصل انا قاعدة معاك في الفاصل بس بتكشو ومشيت وحشديني وانت قاعدة معاك اقول لي يا انجي الجمهور بيهمك؟ طبعا يعني لما الناس بتقول انجي هايلة وجميلة وامر بتبقى ممسوطة اه وما حاج بيوجالي نقطة ساعات بكبركز فيه عشان احاول اصلح من حاجات احنا بس كل الحكاية هنحاول ننقلك وجهة النظر غير اللي عندك دي كل الحكاية فلازم تتقبليها اتقبلها وتقبلها بس اما تكون حقيقية او تكون صحة اللي انت جاي بتقوله ده ده مش مظبوط ده انطباع مش صححح احنا معندناش حقيقة علمية كيميا ده انطباع مش صححح اسأل الناس تب تحبي ان احنا نشوف رأي الجمهور نشوف رأي جمهور نشوف رأي جمهور نسأله لا احنا نزلنا الشارع مخصوص علشان خاطرك انتي وعملنا تعالي انت هتشوفيه على الفتي اردة تب نشوفه اقول انت جاي علي عايزين اسئله كويسه عن نجد عايزين نعرف حياته عايزين نعرف بيحب ايه ما بيحبش ايه نبالش تنطيت في البلاتو كتير عايزين يعني حاجات حوله متطورة كتير انا بقول الفنانة الموزيعة انجي علي مفروض حضرتها قبل كيرا برنامج في البلاتو لقيتها بتشخط ومتكبرة ومغرورة قوي ومفروض هي برا البلاتو بتبع كويسة مع الناس وكيرا مفروض الفناني بقى صادق ويقدم عامل كويس وشخصيتك البلاتو زي بار البلاتو زي جوه البلاتو انجي علي متابع كل برامجها من زمان بس صوتها رفاية شوية فتقدم ببرامج أطفال احسن يعني خلاص ما تكفي عليها انا بحب انجي علي جيدان هي موزيعة كويسة جيدان بس انا يعني بانكودها في حبة حاجات ان هي بتتنضى كتير في البلاتو وكمان ما بتهتمش بيستيل بسها قوي يعني انا بحبها بس انا عريضي اتمنى بس اكتر من كده اه انجي علي موزيعة متابعها بقى لي فترة ويهوان بس انا عادت بعلان هي خفيفة شوية ومواصفات الموزيعة لازم تكون رزينة اكتر من كده وفيك انا عايز سؤال لا يعني كلهم كلهم ثانية واحدة ايو 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 على فك انا عايز اقول لك على حاجة انت النهاردة موزيعة وانا كمان موزيعة اوكي نهاردة علشان تكون موزيعة كويس بس انتدي فرصة اللي قدامك ان هو يتكلم تمام زي ما انا قلتلك بليز وريني رأي الجمهور مش ممكن رأيهم كلهم حاجة تانية خالص عموما رأيهم يحترموا عليه وحاول اخد بالي شوية من التنطيط اللي في الستوديو انا بتنطط في الستوديو بتنطط ازاي يعني ده رأيهم انا مش متابع قوي الحياة بفترة فاتت شغلك بس يعني خلط انك تستضيفني وانت مش متابع شغلي ايه رأيك نطلع فاصل عشان انا بجد انا كده مش مش مخصوطة يعني خلاص اوكي نطلع فاصل لا مش على كده اصلا كده يلا يا جماعة اوكي نطلع فاصل ونرجع لكو تاني داليا طارق طارق ايه يا انجي عايزة طارق فهمي عايزة المخرج انا معرفاكش انا معرف المخرج وانا عايزة المخرج هيعمل ايه عشان انا جاي على اساس حاجات معينة في البرنامج ده انا مش جاية عشان اسمع وجهة نظر كمبليت لي عكس اللي بتتقلي هيعمل ايه المخرج المخرج يعني ايه انا جاي انا جاي انا جاي عشان انا اعرف وانا معرفكش دي شغلتي انا والاعداد كويس انت طلبت ان تسمع رأي الناس اه بس ده رأي مش 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 هنحدد ناس بعين هننزل نسجل معهم لا 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 طب الجمهور اللي هنا اللي معي طب انتو شايفين الكلام ده صح ولا غلط لا الجمهور يا جماعة لا ضبط عايز ايقوا ولك حقيقة ما يموفق جمهور ده موقفة تقولك لاisation انا مش ما شايفينك كده متنرفزة حقيقة حتصار عليهم حتصار عليهم يجماعة انتو مع الكلام ده انا لو هاخد رأي التقومونة واخدوا غاق QuèНуشي داء يا روا 뭐 ل ynاخدوا برا لبرنامج انا جاي هنا اعمل ايه؟ انتي جاي ضيفة ضيفة حلوة قوي اعمل اين اعمل ايه؟ ليس اكرام الضيف واجب اهلا بدى وحشتنا في الفاصل انا برضو معاك بس وحشتنا قليلي بقى انش سمعنا رأي الجمهور وفي الحلو وفي الوحش يعني في ناس قالت انها بالحب اي رأي بيتقال انا بحترين وجهة النظر وانا بحترين وجهة نظر بل الزبط كده تفتكر انتي تأثرت لما انتي تنقلت في اكتر من كرير من الموزيعة الممثلة انا ما تنقلتش من اكتر من كرير ما تلخبطني ما غيرتش الكرير بتاعي خالص انا من يوم ما بقيت موزيعة لغاية اللحظة اللحظة قدامك وانا موزيعة انا ما غيرتش اشتغلت ستايلست واشتغلت تحت نفس البند والاتنين كنت بعملهم قبل ما اشتغل موزيعة اما بيجيلي حاجات وانا موزيعة لو عندي وقت بعملها لو ما عنديش وقت ما بعملهاش يعني ده ايه ده هواية ولا عشان المادة ولا ايه لا هواية بحبها مش عشان الفلوس يعني لا مش عشان الفلوس علاقاتك بزمالك تأثرت شوية و بضيوفك اكتر فبقوا ما بيردوش على تليفوناتك و بقيتك تتحيلي عليهم علشان يجوا يحضروا معاك البرنامج كويس ايه رايك في الكلام ده نو كومنت انا عايز اسمع كومنت و انا بقولك نو كومنت عشان مظنش ان في حد بقعد معي و انا بكلم سوحابي على التليفون فالكلام ده مش مظبوط ده سؤال ساذج جدا اصلا سوحابك اللي بيقوله كده سوحابي مين يا عمر دي مش اسئلة داليا 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 ما انت معندكش قوة شخصية اصلا ايو يا داليا الاسئلة دي يعني ايه النهاردة انا بكلم حد بيردش علي لا يعني ايه انا مش فهمة وبعيث ايان انا برنامجي اصلا انا معي معدين بيشتغل داليا يعني على فكرة داليا فين طارق انا عايزة طارق ممكن بعد الحلقة ممكن نكلم طارق بعد الحلقة يعني الطارق مش هيكبرني لا طارق ممكن يشيل السؤال ده الاسئلة دي عشان اسئلة انت هسبت معي بعدين على فكرة تعالي ثانية واحدة على فكرة داليا تشتغل معي من زمان جدا اوكي معلش بتطلب الضيوف لا يرتيردوش عليها انا عندي روح رياضية جدا ما عنديش مشاكل دي خالص طيب بس ده مش غرور اسألني في صميم عملي اسألني على برامجي اسألني على شغلي انا بلي ست سنين بشتغل جاي تقولي عشان بيردوش عليكي على التليفون ست سنين دي مش فترة كبيرة ايه السؤال ده اصلا ايه ست سنين دي في عمري انا يا سيدي ست سنين الله شكرا ايه اهمية الصداقة في حياتك اهم شيء باحترمها جدا وبقدرها جدا مين اه 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 اعز اصدقائك في الوسط برا الوسط اعز اصدقائي هما هما هم من ايام المدرسة و من ايام الدراسة لغاية دلوقتي اه بحافظ على الصداقات دي جدا واولا ما اشتغلت بيتعرف على ناس كتير جدا اه على مدار معرفتي بالناس دي فيه ناس باعتمرهم اصدقاء قوي قوي يعني قريبين قوي لقلبي وبحبهم باحترمهم جدا وفيه ناس ما بحبش اقرب لهم اي بحق